سلام عليكم لو ناوية تعملي معمول العيد ده يبقى لازم تشوفي الفيديو ده وبقوة مش اهم حاجة المقادير المقادير موجودة في كل مكان والمقادير ثابتة اهم حاجة هي الملحظات الصغيرة اللي بقى قولهالك من وحدة عملت المعمول اكتر من مرة وعرفة اين المشاكل وعالجناها ازاي فلو ناوية تعملي معمول صح شوفي الفيديو كامل باذن الله تعالى ناقشة ثابتة والله العظيم ولا حبة معمول فتحت في الفرن واحنا في الشهر الكريم والواحد ما بيقسم الا وهو صادق الحمد لله ويشهد علي ربنا الناقشة ثابتة ناعم بيدوب كل الدوبان لو حصلت معيك اي مشكلة في العجينة هتلاقيها في الفيديو ده هقولك المشكلة وهقولك نحلها ازاي مع بعض ما عندناش حاجة بتتخرب او حاجة بنيرميها ولا اي حاجة بس اهم حاجة زي ما قلتلكم في البداية المقادير موجودة في كل مكان اهم حاجة هي الملاحظات وتكنيك العمل اللي يطلع معايك معمول يعني الكل هيحلف بيه باذن الله تعالى خلونا بقى اتشجعنا وشوفنا المعمول والله ما شاء الله تبارك الرحمن يعني شكله يفتح انا طبعا كنت عاملة من قبل رمضان بفترة حبيت اننزله لكم قبل ما ننزل بقية شغل حلويات العيد عشان الناس تبقى حفظة الوصفة عرفة الملاحظات قبل ما تشتغل خلانوا نسمي بسم الله ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحطونا اللايك والشير كده والتعليق الحلو استغفروا الله وصلوا على الرسول في التعليقات ونبدأ الفيديو والوصفة والمقادير باذن الله تعالى المادة الدهنية اصحابي اللي هنشتغل فيها تنفع زبدة ينفع سمنة اللي متوفر عندك اشتغلي بيه حتى لو عايزة تشتغلي بمارجورين اشتغلي الزبدة كانت عندي مجمدة شوية فحد دخلتها ثواني في المايكرويف مش فكتها لأ خلتها بس ايه يعني جزء منها فك عشان اقدر اخفقها الاول طبعا اللي ما عنده عجان تقدر تشتغلي بايديكي ما فيش ايه مشكلة بس هتغضي وقته مجهود هي دي المشكلة بس اللي عنده بقى ايديه ما شاء الله صحيته حلوة يشتغل بايديه ما فيش ايه مشكلة هخفق الزبدة او السمنة حتى اخليها تفتح كأنها كريمة زي ما انتوا شايفين كده الموضوع ده اخد معي حوالي خمسة لستة سبعة دقايق في العجان شايفين لون الزبدة افتح كده كأنه كريم شنطي وهيشة كده وخفيفة دي يعني صدقوني ملاحظات صغيرة لكن هي دي اساس نجاح الوصفة هنا خلاص دور الخفاقة بتاعت العجان كده خلص معي هنا بقى هبدأ انزل الطحين وطبعا اختاروا نوعية الطحين تكون جيدة عشان يديكم النتيجة كويسة في انواع طحين بيبقى مخروض بها طحين اسمر للأسف وبتدي نتيجة سيئة في المعجنات وفي الحلويات فاختاروا نوعية جيدة كل ما هتختاروا مكونات زادة جودة هتغضي منتج عالي الجودة في النهاية انا طبعا اشتغلت هنا على نص كيلو سوري كيلو من الطحين كيلو من الطحين المادة الدهنية خديها قعدة نص الطحين يعني هتعملي كيلو يبقى نصها زبدة او سمنة هتعملي نص كيلو يبقى ربع كيلو زبدة او سمنة او مرجرين اللي هتشتغلي بيه هنا بقى بيجي زي فكرة الكعك المصري بالضبط نبس نبس السمنة او الزبدة مع الطحين كأنك بالضبط تحصلي على عجينة غريبة كأنها غريبة بالضبط ان الطحين يتشرب كل المادة الدهنية اللي عندك طبعا العجنات سهلت علينا لو ما فيش عجانة هتشتغلي بيهدك ما فيش اي مشكلة اهو زي ما انت شايفة العجينة كأنها بالضبط عجينة غريبة هو ده المطلوب الطحين تبس كويس جدا وشرب المادة الدهنية اللي عندي بمنتهى السهولة نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده وهي ان احنا نريح العجين لو عندك وقت يفضل تعمليها من بالليل واسبيها في التلاجة نغلفها بالبلاستي كراب وخليها في التلاجة ما عندكيش وقت حطيها ساعتين بس في التلاجة ترتاح ونرجع نشوف الخطوة التانية هنا اصحابي بقى المادة السيلة اللي هنستخدمها في المعمول فيه ناس بتستخدم مياه وناس بتستخدم حليب وهقولك على الفرق ما بين المياه والحليب فيه منتج المعمول اضفت هنا حليب واضفت سكر يعني كوب حليب و 3-4 كوب من السكر وتقدروا قولنا تستبدلوا بالمياه لكن الحليب عن المياه الحليب بيخلي المعمول يشقر يدي له لون تحميرة حلوة المياه للأسف ما بتديش التحميرة الحلوة بتاعت الحليب فاللون عايزة تاخدي لون حلو هتستخدمي حليب وطبعا هيبقى معاينة كمان مع لقتين من القطر التقيل اللي هو كوباية سكر مع نص كوباية مياه وعصير اللمونة بعد الغليان وتسبيه برطان تماما ويبقى تقيل لان القطر برضه هقولك مشكلة يعني لازم نضيفه ما ينفعش نستغنى بيه عن السكر وهقولك السبب في وقتها هنا العجينة بعد ما ريحتها ساعتين حطتها هنا في الفريزر عشان شايفين بتطلع كأنها زي الحجر ممكن تسبيها خمس ست دقايق كده على الرخامة تبدأ تاخد شوية تفك سنة كده وتبدأ تلينيها بيدك او انا هشغل هي طبعا لسه مجمدة شوية هشغل العجين على اقل درجة درجة سرعة يعني وابدأ افك العجينة لان احنا نريدها ترجع تاني عجينة نعمة عشان نقدر نضيف عليها المادة السيلة اهو زي ما انتو شايفين هنستمر افك العجينة وانت حتى بدرجة حرارة الجسم تقدر يتفك العجينة يا جماعة المعمول اهم نجاحه ان العجينة ما تسخنش لو العجينة سخنت او انت في جو حر لازم على طول مباشرة توقفي العمل واتدخلها التلاجة ترتاح وتلم نفسها كده وتشرب المادة الدهنية مرة تانية المعمول لو العجينة سخنت مش هيطلع حلو خلص هيطلع ناشف ومحجر وهيشقق منك هنا العجينة فكت ضفت عليها الحليب اللي احنا كنا عاملينه وهضيف معها القطر طيب القطر هيعمل لي ايه القطر هيديني برضو هيساعد مع الحليب انه هو يخليلي قشرة المعمول او العجينة انها تحمر بسرعة لو ما ضفتيش القطر هتبدأ العجينة تاخد وقته طويل عشان يعني هتكون استويت القشرة لكن انت عايزها تاخد التحميرة الخفيفة الاشقر الدهبي فطبعا ما فيش قطر يساعد على التحميرة فبالتالي العجينة الحشوة تبدأ تغلي داخل المعمول وتبدأ العجينة تشقق وانت تقول المعمول لسه ما خدش لون فمش عايز تطلعي المعمول ما بياخدش يا جماعة اكتر من سبعة لعشر دقايق فقط وبتبقى درجة الحرارة وحنتكلم عليها في وقتها شايفين العجينة لازم تقطم كده ما يكونش فيها عرق شربت كل المادة الدهنية وشايفين بتكورها بتضغطها لابتشقق لابتفتح لا اي حاجة لاتيها بتشقق يبقى العجينة مثلا سخنت معاك لازم تدخلها التلاجة فورا قلتلكم اساس نجاح المعمول كل العجينة تبقى لازم بردة وقلتلكم كمان اختاروا نوعية طحين كويسة لان فيه للأسف نوعية طحين بتطرد المادة الدهنية يعني تلاقي عجنة ومشي كل المأدير لكن نوعية الطحين سيئة فتلاقي العجينة تمسكي حتة العجينة في ايدك تلاقي السمنة او الزبدة كلها في ايدك ففي نوع من انواع الطحين بيطرد المادة الدهنية ما بيشربها طيب نيجي بقى المأدير الحشوة والعجينة اللي هيستخدم اولب المعمول اللي هي الكابس اللي احنا هنستخدمها النهاردة دي القلب بتاعها بتبقى العجينة عشرين واحد وعشرين جرام اوكي يعني قد اللمونة الصغيرة اوكي والحشوة الطمر بتبقى نص العجينة هنا بقى هكور كل كمية العجينة وطبعا انا عندي الجو حرة ما عندي الشتاء فبالتالي لازم على طول بعد ما كور ادخل التلاجة ماينفعش اشتغل مباشرة فكورتها وازاي ما انتو شايفين غلفتها وهدخلها التلاجة ترتاح عشرة خمستاشر دقيقة ونشوف الخطوة التانية هنيجي بقى لتقسيم التمر التمر بيبقى نص العجينة يعني عملت العجينة عشرين التمر يبقى عشرة جرام ما تزودوش عن عشرة جرام عشان تطلع الحبة متنسقة ما بين العجينة والحشوة مهم جدا يعني انت لو ما عنديكيش ميزان حاولت جيبيها بالتقريب كده بالنظر يعني ان حشوة التمر تبقى نص كمية العجينة طبعا التمر ده احنا عملنا مع بعض قبل كده في فيديوهات كتيرة جبت طمر منزوع البزور او لو عندك هتشيل البزور بتاعته وتفروميه في الكبة انا هو معجون جاهز باشتريه من السوبر ماركت ضفت عليه معلقة زبدة كبيرة ورشة هيل رشة قرفة رشة بهار حلو وعجنتهم كويس وكورتهم تحبوا تضيفوا عليها سمسم اي نوع مكسرات اللي متوفر عندكم تقدروا تعملوه دي طبعا عندي اشكال معمول كتير الاوليب طبعا بقت متوفرة في كل مكان انا بجيبها من شيء صراحة هنا بقى هنيجي ناخد نفرد العجينة شايفين العجينة لو عندك الجو حر ما تطلعيش كل العجينة من التلاجة طلعي خمس ستة او عشر حبات اشتغلي فيهم وخدي جزء تاني من العجينة وخليها في التلاجة لو الجو شتة وبرد عادي زي ما انتو شايفين فردنا العجينة زي ما هي وحطيت فيها الحشوة وكورتها وهنا بقى عشان الاوليب دي ما تلزقش منك اما تحطي شوية طحين وبعدين تخرجيهم من القالب وتضغطي ضغطة واحدة وتروحي رفعة هيطلع معاك قالب المعمول بس الطريقة دي احيانا برضو بيلزق فيها حبة المعمول احيانا بتلزق في القالب فالافضل ان انا اخد الكرة اعفرها بالدقيق ومسحة يعني كاني بس اديها غلاف خفيف جدا كده كانك بتضرطيها بالدقيق وبتبقى سهلة بتروح على طول اهو زي ما انتو شايفين اهو الطريقة دي كانت اسهل واسرع معي بس مسحة خفيفة كده كورتها كده بالدقيق من كل الجوانب وبتحطيها تضغطي عليها بالمجبس على طول بتاخد الشكل بتاع المعمول بمنتهى السهولة اهو شايفين وبتطلع ما بتلزقش انا بس عشان كنت واقفة عكس التصوير فببقى ايدي مش متحكمة فيها عشان الكاميرا يعني اهو زي ما انتو شايفين لكن طبعا خلاف التصوير ببقى اسهل واسرع العمل فيها اهو شايفين النقشة ما شاء الله طلع تبارك الرحمن في تناسب ما بين العجينة والحشوة هسويهم بقى كلهم كده زي ما انتو شايفين اهو ما شاء الله تبارك الرحمن تخفة رهيبة هسويهم كلهم وانا ارجع نشوف الخطوة التانية هنا اصحابي شكلت كل حبات المعمول لقيت الحبات لقيت العجينة او الحبة سيحة معاك دخليها الفريزر دخلي الصواني التلاجة او الفريزر خمس دقايق تشد نفسها وعشان ما تدخلش معاك يعني هتلاقيها نشفت لان هي تردت السمن او تردت الزبدة شايفين ما شاء الله طبارك الرحمن كلها الرسومات تخفى وهنشوف بقى موضوع التسوية هنا بقى التسوية اصحابي انا بشغل طبعا انا هقولك على طريقة التسوية وانتي بقى طبقها على فرنك لان كل فرن انتي اللي عارفة الطريقة بتاعته طريقة التسوية اوكي هنا لازم تبقى درجة الحرارة على اعلى درجة حرارة اسفل واعلى ما تزديش عن 10 دقايق من 7 دقايق ل 10 دقايق لان العجينة مستميكة هو بس مجرد بتستوي العجينة وتشقر شقر خفيف انا هنا دي دست عليها شوية والتانية اهي شايفين عايزين بقى تحمره اكتر يعني هو واخد لون دهبي يعني كمان التسوير والله العظيم ظالم التسوية وظالم الصورة يعني اشقر خفيف خالص كده العجينة معايا مستوية ومشاء الله تبارك الرحمن تخفى وسهلة وسريعة قلتلك ما تزوديش عن 7 دقايق يعني 7 او 10 دقايق هتبدأ الحشوة من جوة تغلي وتبدأ تشققلك حبات المعمول والله العظيم ما فيه ولا حبة شققت في قلب الفرق ليه؟ لان مشين على الخطوات صح كله صح يعني ما فيش اهو شايفة؟ بنضغط على حبة المعمول مش مستحملة اصلا يعني دايبة دايبة دوبان وارجوكم ضيفوا يا ام هتضيفوا الحليب مع السكر تغليه السكر يدي يعني السكر بس يدوب مع الحليب وبعدين نبرده في الفريزر واهم حاجة القطر لازم نضيف كمية القطر عشان ما يخليكيش ياخد المعمول التحميرة الحلوة ويفضل معاك ناعم ما يشققش منك ولا ينشف ولا يجرره اي حاجة شايفين يعني لا سحر ولا شعوزة بنضغط على الحبة ما شاء الله طبارك الرحمن يعني بتدوب دوبان طريقة الحفز اصحابي بنغلب بلاستيك رابي اما تحطيها في العلب البلاستيكية اللي هي مغلقة الاحكام وما تحطيش اي ورق زبدة ولا كرتون ولا اي حاجة لان ده الورق واي نوع من انواع الورق بيمتص المادة الدهنية بيمتص الزيت او السمنة او المرجارين او الزبدة اللي انت حطها او العلب اللي هي دي العلب اللي هي الصفيح موجودة دلوقتي في كل المحلات برضو بنغلفها بالبلستيك راب ونحط فيها المعمول ونغلف بالبلستيك راب وبنقفلها بيفضل معاك يعني بالست شهور وستبع شهور لطعمه يغير لا ينشف لا يجرى له اي حاجة لايك وشير سلام عليكم